بمتابعة من صاحب السمو الملكية الأمير فاصل بن نواف بن عبد العزيز أمير منطقة الجوف رئيس لجنة الحج العليا بالمنطقة استقبلت مدينة الحجاج في مركز أبو عجرا بمنطقة الجوف أولى طلاع حجاج بيت الله الحرام القادمين من دولة العراق الشقيق برا عبر منفذ جديدة عرار وبلغت أعدادهم 1927 حاجة تقول لهم أكثر من 30 حافلة أحمد الله سبحانه وتعالى أن شرف بلادنا بخدمة ضيوف الرحمن ومنذ عهد المؤسس الملك عبد العزيز طيب الله ثراه وحتى عهد خادم الحرامين الشريفين يلون المشاعر المقدسة وضيوف الرحمن كله اهتمام وتقدير هذا اليوم استقبلنا الدفعة الأولى من حجاج بيت الله الحرام من دولة العراق جميع الخدمات موفرة من وجبات من مصاحف من أي مستلزمات الخدمات الصحية أي خدمة يحتاجها ضيوف الرحمن موجودة هذا اليوم قدمت له والحمد لله يشكرون القيادة ويشكرون جميع الجهود وهذه بتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواب بن عبد العزيز أمير منطقة الجوف الذي يتابع باستمرار وبشكل يومي لتقديم كل ما يخدم ضيوف الرحمن نحمد الله سبحانه وتعالى أنشرفنا بهذه الخدمة وكرر الشكر لجميع الجهات سواء خدمية أو أمنية التي ساهمت في هذه الخدمة المقدمة لضيوف الرحمن خدمات كل جميلة صلوات على النبي محمد الخدمات كل عال العال وأكثر شيء الأخلاق الحلوة الجميلة هي التي تجذب النظر هي التي تجعل الإنسان مرتاح نفسيا الراحة النفسية التي رأيناها هنا والخدمات المقدمة أنها من كل الأنواع المشروبات المائل زمزم القرائين التقديم الهدايا كل شيء جميل والله نعم القيادة التي خلفها هذه الخدمات التي مقدمتها للزائرين ونعم الحكومة منحت منطقة الجوف شرف خدمة ضيوف الرحمن من خلال مدينة حجاج من مركز أبو عجرم حيث تقدم لها معدد جهات حكومية خدماتها من خلال الخدمات الصحية والوجبات المجانية ثم يبيتون بالمواقع المخصصة لذلك ومن اليوم الثالث تنطلق قوافل الحجاج إلى الديارة المقدسة طريق طويل ومسافة طويلة بس مرتاحين سنانا هاي قاعدين الفراج موجود كل شيء موجود كل سيجي نوعي حتى الأطفال تجي تخدمنا الطفل هالك عمره عشر سنين يقول لي ايش عايز بعد شرد من رب العالمين نشكر حكومة السعودية على هاي الخدمة هاي والله يوفقهم إن شاء الله إن شاء الله الله يوفقهم إن شاء الله استعدادات أمنية وخدمات متكاملة بتجهيزات متطورة وحديثة تم العمل عليها مبكرا بخدمة أكثر من ثمان ألاف حاج عراقي يتم تفويجهم عبر منفذ جديدة عرار مرورا بهذه المدينة بمركز أبو عجرم بالتتابع بشكل يومي على مدى ستة أيام اشتياق لا يطاق لحجاج بيت الله الحراب لأداء فريضة الحج أسأل الله لنا ولهم القبول للقناة السعودية يزيد السالم الجوف